طبعاً تابعتوا خلال الأيام الماضية قصة نادي الطائي ومدربة كابتن محمد الكوكي وقضية الجهاد البرو وعدم تأهيل المدرب لقيادة فريق في دور المحترفين السعودي وكان في مداخلات الأستاذ تركي طبعاً طلع تكلم وناس كثير تكلمت في هذا الموضوع والكل وطلبوا مساعدة واللجنة الفنية طبعاً وضحت برضو نقاط والأستاذ تركي السلطان تداخل معنا أمس وقبل أمس وطلعنا كل التفاصيل الآن اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم صدرت بيان البيان تقول فيه أنه تم العمل على ألية عمل المدربين في الأندية اعتباراً من موسم الرياضي 2019 لـ 2020 وتم استثناء العقود التدريبية المبرمة قبل تاريخ التعميم اللي هو عشرين ثمانية 2019 وهو التعميم الذي يتم إرساله بصورة دورية إلى جميع أندية المملكة بمختلف الدرجات قبل انطلاق الموسم وهذا أمامكم الآن النموذج الخطابات الموجودة في بيان الاتحاد السعودي طبعاً إضافة لإرسال التعميم سنوياً تم التواصل الهاتفياً مع الأندية الصاعدة هذا الموسم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان ممن لا تنطبق على مدربيهم شروط العمل وتذكيرهم بالتعميم فور صعودهم وفيما يخص مدربيه القادسية وأبهى وتم معادلة خبراتهم هذه طبعاً أنا شنطائي كان يقول إيش؟ يقول لك أنتوا ليش استثنيتوا القادسية وأبهى أو مدربينهم قالوا اللجنة الآن في توضيح أنه الاتحاد السعودي زي ما يسوي كل سنة على أن يتم الرفع في المواسم التالية للجهة المعنية في الاتحاد الأسيوي مع التأكيد على الأندية طلبها معادلة خبرات المدرب وبناء على ذلك تم رفع ملف معادلة المدرب محمد الكوكي للاتحاد الأسيوي بناء على طلب نادي الطائب ثم وصل رد الاتحاد الأسيوي بمعادلة كفاءة وخبرات المدرب لمستوى شهادة التدريب الأسيوية هذه نقطة مهمة هذه هي أمامنا اللي هو التعميم الثاني اللي حين أمامنا للأندية اللي أرسل في 19 19-22-20 وفي الخطاب الثالث أمامنا هذه اللي هي التعميم الصادر في 21-6-21 الخلاصة عشان ما أطول عليكم أن أورد النادي في بيانة أنها استفسر من اللجنة الفنية في الاتحاد الأسيوي بشأن ورود معاملة المعادلة وأن الاتحاد الأسيوي نفع وصول أي معادلة معاملة خصة المدرب محمد الكوكي عليه تؤكد اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي أن اللجنة الفنية بالاتحاد الأسيوي ولا تعتبر اللجنة المعنية بمعادلة الخبرات التدريبية والتي هي من اختصاصات الإدارة الفنية عموما يعني نادي الطائي سأل من وراهم ورد عليه الاتحاد الأسيوي وقال لا ما جانا شيء فقاعد يوضح البيان الصادر يقول لك أورد الأشقاء في هذه هذا عمون البيان طويل حقيقة ونحاول أختصر منه وهو توضيح رد على البيان الصادر أمس من نادي الطائي طيب هذا البيان أمامنا البيان الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم البيان الصادر من نادي الطائي أشار أنه لم تعقد أي دورة برو خلال هذه الفترة في السعودية خليني أقرالكم رد اللجنة أسهل وأسرع يقول لك تود اللجنة توضح التالي لجنة الفنية في الاتحاد السعودي تم العمل على ألية عمل المدربين في الأندية اعتبارا من موسم الرياضي 2019-2020 وتم استثناء العقود التدريبية المبرمة قبل تاريخ التعميم إضافة إلى رسالة التعميم سنويا وتواصلنا مع الناس كلها هاتفيا وموضوع المدرب القادسية وأبها عادلنا الشهادات ومدربكم لا لم يتم معادلته واعتبروا مدرب شهادة في أئي هذه جزئية الآلة صادرة من الاتحاد السعودي ياني بالعرب الاتحاد السعودي يقول لدي طائي دبر عمرك بس هذه نقطة آخر الصدر دبر عمرك لا يوجد حل